ينضم لين من واشنطن سعادة السفير ريتشارد شيمير الدبلوماسي الأمريكي السابق أهلا بك معنا سعادة السفير يعني بلينكين يواصل جولته الشرق أوسطية سعيا لمنع تسعي رقعة الصراع وأيضا لتخفيف حدة التوتر في هذه المنطقة ما المأمول إذن برأيك سعادة السفير من وزير خارجية أمريكا بعد مباحثاته مع القادة والزعماء في المنطقة كما ذكرتم يا أولوية أولى أن نضمن أن هذا السراع بين إسرائيل وحماس لا ينتشر لمناطق أخرى رأينا بالفعل تطاورات في العراق واللبنان واليمن وأعتقد أن وزير الخارجية يود ضمان أن كل الأطراف يجب أن يدركوا أن هذا ليس في مصلحتهم أن تتسع رقعة السراع بالنسبة للمساعدات الإنسانية أيضا وإصالها لغزة وإطلاق سراح الأسرة وتغطيط لما يحدث بعد السراع هناك عدة أهداف ولكن الأولوية الأولى هي ضمان عدم اتساع رقعة السراع نعم سعادة السفير هذه الجولة وصفت من قبل بعض المحللين للمشهد وهذا الملف أنها لن تكون جولة ناجحة وربما جاءت لصريقة الانتصار الفلسطيني هكذا وصفت والبعض الآخر رأيها أن هذه هي محاولة فقط لكسب الوقت لإنقاذ إسرائيل من صواريخ المقاومة وأيضا لدعم إسرائيل عسكريا بالسلاح وخاصة وأنها هو نفسه بلينكين وصف هذه الجولة وهذه المبحثات التي ستكون في إسرائيل في هذه الجولة أنها لن تكون سهلة أعتقد أن هذه المبحثات التي سيخوضها في المنطقة لن تكون سهلة بالفعل واختلفنا مع عدد من خطة إسرائيل في هذا الصراع وهو سينقل قلق الولايات المتحدة ويوصل الرسالة أنهم لا يريدون لهذا العنف أن يستمر وأن يكون الصراع استراتيجيا ومحاولة الوصول وإيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة والاستعداد لحوار سياسي لما بعد الصراع يحفظ لئة الفلسطينيين حقهم في أرضهم هذه هي المبحثات التي يخوضها وأعتقد أنها ستكون صعبة جدا في عدد دول سعادة السفيل ريتشارد شيمير الدبلوماسي الأمريكي السابق كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك